أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن 25 فرقة إطفاء تعمل على إخماد الحرائق التي اندلعت جراء إطلاق الصواريخ من لبنان وأدت النيران إلى اشتعال عدد من المنازل في إكديتا في الجليل الأعلى كذلك اندلعت النيران في مزارع شبع المحتلة جراء صواريخ حزب الله وهذه لقطات للحرائق بفعل صواريخ حزب الله في جبل الجرمق ميرون في الجليل الأعلى